السلام عليكم. حاجة كمان بتكرر في الامتحانات كتير وهو ان انا عايزنا اجيب حاجة اسمها من وعمل حاجة اسمها طيب اول حاجة عشان خاطر اعرى اقدر احول من لازم اعرف الاول الجملة اللي شغال عليها هي فيها ولا فيها او طيب اعرف ازاي سواء او قال لي ان عبارة عن ان لا بيكون عندي حاجة موجودة على الشمال بلقيها في اول جزء على اليمين او في اول حاجة بعد السهم على طول يبقى حاجة موجودة على الشمال بلقيها على طول بعد السهم على اليمين او في اول جزء على اليمين طيب عبارة عن ايه عبارة عن ان انا بلاقي السهم بتاعي في جزء ايه متكررين على اليمين ملهمش علاقة بالاسم اللي على الشمال يبقى انا عندي دوت بيبقى اسم على اليمين بيبقى عندي حاجة متكررة تاني على اليمين برضو طيب انا لو لقيت اللي انا لقيت اللي على الشمال موجود في اول جزء على اليمين او في اول حرف او اول مكان خالص يبقى هاعمل العلامة دي. لو لقيت او يعني ان انا لقيت على الجزء اللي في اليمين في حاجتين شبه بعض موجودين مرتين يبقى هاستعمل الاقواس دي. طيب هبدأ حل ازاي ديت او ديت. عندي هنا مسال على عبارة عن ساهم يبقى في اول جزء قبل الاور. لقيت ان انا فعلا عندي الاسم اللي هنا موجود هنا كمان. يبقى انا دوت عبارة عن هعمل ايه? يبقى انا اول حاجة اللي على الشمالة بنزله زي ما هو. لقيت ان انا عندي هنا يبقى انا المشكلة كلها في الترمي. الترمي ديت هحولها لشكل الاقواس دي. واجيب الجزء اللي على اليمين خالص اللي بعد الاور انزله في الاول. والحاجة اللي كانت موجودة مكان الترم او جنب الترم هيحطها جوه الاقواس. يبقى انا عندي اول حاجة بعملها الجزء اللي على اليمين خالص بحطه بعد الساعة. بعد كده الترم اللي كان في مشكلة عوضت عنه بالاقواس دي. ليه بالاقواص دي? لانه بعد كده اللي كان موجود جنبه حطيته جوه الاقواص. طيب لو او هعمل ايه? الجملة بتقول لي ساهم ايه بعد كده انا فعلا لقيت ان في جوز ايه? على اليمين شبه بعض. الحل دوت هعمل بي ايه? هعمل هنزلها. بعد كده لقيت من المرتين هنزلها مرة واحدة بس. بعد كده عشان خاطر هما الاتنين متقرارين على اليمين. فده معناها هنزل القوس اللي بالمنظر دوت. والحاجة اللي كانت موجودة جنب التكرار هنزلها بين القوس ده. يبقى هو دول كده بعد كده اول حاجة لازم اعرفها عنه ان انا لازم لازم عشان ارسمه اكون جبت طيب هو بيتكون من ايه? عبارة عن اي بحطه في دايرة اي بحطه في مربع. لو عندي يعني شكل دوت بيبقى عندي الرسمة دي بتعبر عنه. لو عندي الرسمة دي بتعبر عنه. طيب ازاي المسألة بتيجي. يبقى انا عندي حاجة بالمنظر ده كده. بيقول لي انا عندي حاجتين على اليمين زي بعض. هعمل اي بقى شكل القوس دوت. يبقى انا عندي الشمال هنزل زي ما هو. هنزل الاتنين دول مرة واحدة. بعد كده هنزل القوس دوت لانه الاتنين متقرارين على اليمين. يعني بعد كده اللي كانت موجودة مع التكرار نزلتها بين القوسين. طب هبدأ ارسم ازاي? اول حاجة انا برسم يبقى هتكبها على اول ساعة. عندي الاف نزلتها ترمنال. بعد كده القوس ترمنال الاكسبراشن نون ترمنال وهكذا لكل الحاجات كلها. شكل اللي السؤال بيجي ازاي في الامتحان? حاجة من الاتنين دول. اما بيديني مجموعة رول. ويبدأ يقول لي اعمل لهم بتاعهم. فانا هبدأ اشوف كل واحدة منهم سواء هي ريكيرجن او فاكتورينج وحولها. وبعد كده بيطلب مني ان انا ارسم الدياجرام بتاعه. يبقى انا عندي هنا كل الجمهة. اي ترمنال في دايرة اي نون ترمنال في مربع. شكل تاني للسؤال بيجي يديني الرسمة على طول ويقول لي هات منها. حاجة بتكون بالمنزر ده ان هو بيديني الرسمة كلها كده وبيقول لي طلع لي عشان كده احنا قلنا ان لازم ارسمه بالأي بي ان اف. يبقى انا عندي هنا هبدأ اشوف السهم كان نزلتها. بعد كده بابدأ نزل كل حاجة موجودة وعن طريق انه لو الشكل دوت كده يعني هيبقى ولو هو بيلف حوالي نفسه هيبقى